كنت أتمنى وزي ما قلت مبارح إننا نكون موجودين في الإعلام الدولي وده حقنا وحق مصر ولكن لأسف لم نكن موجودين بالقدر اللي تستحقه بلدي أعني احتفالات واستقبال العام الجديد كلمت مبارح وكنت مدهي جدا إنه الأهرامات مش منورة الأهرامات دي بتتنور بسبع تلاف جنيه بتروح تعمل فرح في الحتة اللي جنب الأهرامات يقول لك ممكن ننور لك الهرم بس ادفع سبع تلاف جنيه معرفناش ننور الهرم بسبع تلاف جنيه تكون صورة الهرم ولقطات الهرم في كل الإعلام النهاردة ما لا ينهاش وأمر بصراحة يكسف ما فيش لقطة من مصر ما فيش فيديو من مصر كسوف يعني مين المسؤول عن ده مين الوردة كان معانا سامح سعد يوم الحد وقال لها ننور لك الهرم وللأسف عرفت أن المسؤولين في الأثار أنهم رفضوا طيب هو أنا بنور الهرم لي هو أنا محتاج نارة الهرم وقال لك نارة الهرم أنا عايز زياد تبقى في الدنيا كلها في العالم بقول لك أفراح أفراح باتكلم بجد على فكرة مش مهزر ليه ليه بتبنعوا حاجة عن بلدك ليه مين المسؤول عن هذا القرار أي أن كان المسؤول ما عرفتش ولكن بازعل لما شوف الدنيا كلها بتحتفل ده في التجمع الخامس عمل احتفالية تجمع الخامس عمل احتفالية هي الوحيدة يمكن لتعامل صح وأفراد مش مؤسسات ومش دوة مش وزارات وجهات وتنشيط وعايزين والهرم الهرم عندنا الهرم ما لقهوش عندنا القصر ما لقهاش عندنا أسواق ما لقهاش البرج ما لقهوش ما لقيتش حاجة يعني أي حد كمال لما تيجي تشوف ده 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 في التجمع الخامس حتى تجمع الخامس نجحوا إنهم يعملوا حاجة تاخد نظرنا تاخد نظر الناس يبقى فيه حاجة تعاملت في البلد لو أنت بقى بتتكلم بتحب بلدك بجد بقى يعني كنت ألاقي مبارح فندقين تلاتة كده واحد يعمل لي شوية ألعاب نارية والتاني يعمل لي صاروخين مفيش ليه ليه بتيجوا على نفسكم كده على بلدكم كده أهو قادي التجمع عمله ده وهي أوره لكم وريني يا يوسف سمعنا